سعيد جداً بهدف محيوس الذي بحث كثيراً على الهدف فسدنا شكراً لله ثالثة هداف المباراة عن طريق محيوس أيمن مهاجم المنتخب الوطني وإتحاد الجزائر المعار إلى جمعية أمل عين مليلا هدف في الدقيقة السادسة أو السابعة والسبعين من المباراة ثلاثة مقابل سفر يونس إيش شو ضربت الجزائر اللاعب لي حب يسجل اليوم اخدال مسئولية اخدال الكرة ولكن لما جاي يسدد الكرة شاف الحارس لا في صنبلون باش يضرب الجهة اليمنى تعال الحارس ولكن في الوقت وين العقل الكرة افتح الجنوب باش غير وضرب الجهة اليمنى غلط الحارس وين حارس خدال الجهة تعال اليمنى دياله ممتاز ثلاثة أهداف مقابل سفر بصالح المتخب الوطني أسبقية واضحة هشام كان حبي سفور البداية لعب محيوس لا حتى نصائح عبدالعزيز وبطلي طالبهم من محيوس اللعب بودوء بتأني بتركيز لا تبحث عن الأهداف الأهداف هي من ستأتيك هو ما راهم بالدخل المدان تكلموا عن التركيز وتكلموا احنا رانا الهنا نتكلموا عن لاوش لازم نعب بدير هنا حتى الاخوان المتفرجين الكلام اللي رانا نقولوه هاد نفس الكلام اللي قالوه للمدربين هاي ده مرواني شكرا مرواني رائع ملالي بحسب لي ملالي عنده قدم اضافة يعني للمنتخب منذ دخوله طريقة ملالي لاعب في المستوى ملالي لما كان هنا في الجزائر كان عنده مستوى ابن منطقة الاربعاء ابن مدينة الاربعاء تحية كبيرا لا لا اللي يعرفوش يعمل بالكورة لما يحوسي يقولنا يسدد يسدد يراوغ 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 وهدا هو شيء الايجابي عن اللعب يعرفوش من المنطقة يكون فيها ولكن في وسط الميدان راهو يحوس يلعب مع الزملاء لما يكون الدخل منطقة ياخد المسئولية كما اخدان مسئولية باش جام تربط الجزائر هنا اللعب لي مشاب القراءة هذا الشيء ايجابي عند اللعب ليكون عنده مستوى ويكون عنده تقنيات كبيرة كما هذا اللعب يجيب لك العضافة في المنتخب هنا هجام لو سمحت لديفيرانس بين سيليكسونير وناخب هنا الناخب عنده الحلول لعبين موجودين يقدر يعمل بارتياح ولكن العكس لما يكون عندك فريق ما عندكش حلول اخرى تعمل باللعبين اللي عندك لما يكون عندك لعب مصاب ولا لعب معاقب تصيب حلول ما تصيبش الحلول ما عندكش لعبين قدر شريف سيكون بديلا لمحيوس الذي يعاني من شد عضاني قدر شريف هداف في أولمبيشلف أساسي يعني قصة هذا اللاعب غريبة جدا يعني نتمنى أنه كل لاعبي الفؤاد الشبانية يحفظه عن ظهر قلب قصة نجاح نجاح بين قوسين على هذا المستوى بالنسبة لقدر شريف الذي يتواجد في المتقبل الوطني حمل القميس هو نجاح في حد ذاته هو أول خطوات النجاح إن شاء الله يعني قدر شريف في الميركاتو الصيفي كان يتواجد بدون فارق مسرح من اتحاد الجزائر من هذه الفئة الأمورية يعني هنا ابن مدينة سطيف هناك شخص اتصل بزاوي المتواجدة هنا على مدرجات الملعب في أجواء عائلية ما شاء الله فطلب منه أن يوقع لهذا اللاعب يعني أولمبيشلف عنده ست سبع لاعبين من موليد سبعة وتسعين يضيف لاعب آخر في القائمة من موليد سبعة وتسعين يعني ريهان كبير تحدي كبير ومع ذلك زاوي قابلة بالريهان عرض العمر على فريق على رئيس الفريق وقال له لو ما ينجحش اللاعب أنا مستعد للتنازل على مستحقاتي لعامل كامل يعني شوف شجاعة المدرب والنسل الثيق في المواهب الشابة قدر شريف الآن من أحسن المهاجمين محلية صحنا نظن قدر شريف من أكاديمية الفاف لشام لعب هذا اللي كان في اتحاد العاصمة نعم قادمة من أكاديمية الفاف قادمة الفاف عنده مستوى في الضغط ماذا يولد خطأ كاد أن يستغله قدر شريف لو ركز قليلا في اتحاد العاصمة لم تمنح له الفرصة كبيرة ولكن لما فريق أولمبيشلف اللي يلعب في قسم موطني الثاني المدرب تكلمت عن المدرب الزاوي المدرب الزاوي بحت على اللعب هذا واللعب هذا الجاس والأكاديمية تحاد العاصمة اختات اللعب هذا واليوم الأحسن نراه في المنتخب الوطني وراه في أولمبيكا أساسي في أولمبيكا عود إلى الخطأ يا سيدي الحكم لم يعود إلى الخطأ يونس عفوا كان هناك اعتداء وتدخل على بالعربي ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب هنا المطلوب تسجلنا تلت أهداف المطلوب تسير المباراة ما لازمش هاو الخطأ يونس كان يستوجب بطاقة صفراء لأنه توقيت التدخل كان سيئا لا لازم هنا تكون منتظر لما تسجل على الوطن تلت أهداف اللعب رح يديروا كل ما في وسيحه يلعبوا الخشونة يلعبوا هنا الأحسن تسير 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 لكرة ماذا حدث لسيفور هل هناك إصابة لسيفور عند تسديد الكرة نظن في الموقع يطلب التغيير يطلب التغيير سيفور هذه اللي كنا نتكلموا لها في إصابة عضلية هذه اللي كنا نتكلموا لها الأحسن تسير الكرة الأحسن استحواذ على الكرة تغيير أماكن القرات القاصرة أو السريعة ما لازمش نحوسوا كيفاش هاي الإعادة وضعية القدم رجل الارتكاز لم تكن مناسبة إصابة عضلية أكتر في التسديد اللي كان جابت شوية وفي الموقع وين خدال باش استعمل كما نقولوا التسديد ديالو يكون تسديد جهة الانتاريور جيكو تبي ممكن سيوني فوجو جنو وين اللعب دارلو الجنو ديالو في الوقت وين سدد سدد الكرة إن شاء الله الأجواء جميلة على المدرجات للأنصار القلائل المتواجدون على مدرجات الملعب التاريخي والرمزي عهدوا للمكانتاع الحمد لله الحمد لله أتمنى السلامة لسيفور ولي كل لعبي المنتخب الوطني وضيوفنا الغينية خطأ من بوداوي ينظره الحكم شفاهيا يتحلى بالكثير من بوداوي من الثقة من الموهبة من الجرأة الجرأة المطلوبة في كرة القدم خاصة لعب هذا اليوم أكسب هذه الخبرة ما يقولون بلغة أهل كرة القدم عندكم الكارت فيزيت يعني بطاقة اعتماد الآن خذها الوجهة الآن أوروبا من المفروض هذا هو الأحسن ونتم نقوله إن شاء الله فريق ليكون في المستوى بس اللعب هذا زاه عنده عنده موهبة اللعب ليشوفوه كيفاش يلعب كيفاش يلعب زومانة حتى آدم 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 يفقد الكرة لأنه قدور شريف يعني تسرع في طلب الكرة ووضعيه تتسلم يعني تأنى آدم لأنه قدور شريف تسرع موه أو ملالي إلى قتال كرة طويلة قدور شريف يتربص يضغط الدفاع يلا يا بوداوي قدور شريف لما لا هدف رابع ملالي لعبونجي الفرنسي وطوغاي بالعربي أحد أحسن لعبين المنتخب الوطني في هذه المباراة كرة خاطئة من اللاعب البديل شوفي شامل في المجموعة لما تكون عندك تكون عندك مجموعة والمجموعة تكون متكاملة حتى اللاعب لما تكون عنده الكرة الزملات تعوي تكلمون لورا يروح يدين له المساندة ولكن يزيد يتكلم معاه راب بالك شوف من لورا أو جاك هذا رانا سبعوا لعبين يتكلموا هذا شيء إيجابي شيء إيجابي لما تكون عندك مجموعة أو لما تكون عندك مجموعة المجموعة تخلق تخلق الفوز مجموعة تلفوز هذه الحرارة باش تفوز من المباراة وهذا هو شيء إيجابي في هذا المنتخب هذا اللي قل من 23 و 20 سنة نعم هذه اللقطة المعادة أوه فصله على قدمه فيه رفص لقدم خاسف كان من المفروض يستوجب بطاقة صفراء سيدي الحكم إيجابي كان المفروض من خاسف يطلق الكرة دياله نعم حاول الميراوب يلعب سرعة كان عنده الوقت وينه يمرر الكرة لزميل دياله ويعاود يطلب الكرة الأحسن لما أنت تأخذ تحاول تحاول سيبريمونتير هاوليك اليوم تتلقى ضربة تتلقى ضربة والأحسن بالدم أوه الرائع مداوي يراوي غلاعبين بطريقة مهارية رائع الأصمراني شاهد الله شاهد هنا سيهل دبل كنترول هشام كيفش تكلمها كنترول بي درواء بلس بي غوش الألفان دي كور سابتدير في المومن وينجاتوا الكورة بالكور ديالو در لبريمي كنترول بي درواء مثل الزئبق مثل الزئبق ابن بشار ابن الجنوب الكبير تنوع رائع في المنتخب الوطني الأولمبي ربي بارك هذا الذي أمامكم اسمه بوداوي هشام لعب المنتخب الوطني الأول ولعب المنتخب الوطني الأولمبي وسيكون حاضرا بإذن الله ومتواجدا في كان مصر التي ستكتب بإذن الله حسب جمال بالماضي تاريخا وفصلا جديدا في تاريخ كرة القدمة الجزائرية والإفريقي المواري ملالي ماذا ضيع ملالي ماذا ضيع ملالي الذكي الماكر الذي استرجع كرة حاول أن يسدد من خلاله ويسجل هدفا رابعا ولكن المدافع كان في المكان المناسب أسمى حرم الملالي من هدفه الرابع ملالي يروغ ينصرها كل الجزائريين مثلا ولكن بارادو يقال أنه لا يملك مناصرين كثر ولكن الآن يمتلك معجبين متعاطفين لما تشوف مواهب تلعب في البطولة المحلية تلك الطريقة ويصدرنا مواهب مثل الملالي في البطولة الفرنسية الآن بوداوي المرشح فوق العدى للاحتراف يعني هذا النادي يصبح له أنصار بالعربي تمرير ذكية للملالي السريع القصير المكير ولكن وضعي التسلم جيتشاهد البارادو تشوف بلي المتفرجين شعب الجزائري يحب الكرة دواق شعب وهنا تشوف بلي البارادو حقيقة هي حما في حيدرا ولكن اليوم الجماهير تتنقل لما البارادو تلعب في ملعب بلوغين دواق يروح مهور العاصمي كله مهور العاصمي ولكن اليوم البارادو هدا اللعبين هدو جازوا في الأكاديمية يصبح داروا للسنتر دفورمسيون هدا هو شيء إيجابي عند الفريق هدا كل اللعبين ولا نشوفه بليليوم اللعبين هدو رهم في 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 ونستمناه بسبعين عطال بن سبعيني اللي رام في فرق لعب بودوي لعب حتى اللعب لصيف لنعيجي لعادو مستوى حتى أدم زرقان هدي فغير في السن نتمناه نتمناه إن شاء الله اللعبين هدو يمشي والفرق كبار في أوروبا خاصة باش يزيد التكوين ديان إن شاء الله هاولاد في الرابع إن شاء الله قدور شريف ينطلق يمرر لي آدم زرقان آدم زرقان آدم زرقان أحسن أحسن مفاعل ماذا ضيع قدور شريف ماذا ضيع أحسن مفاعل هشام لعب زرقان وضعي التسأل وضعي التسأل كان كريما زرقان في هذه اللقطة في هذه المحاولة كان قادر يسدد كان جوادا كان من المفروض أن يسجل الهدف الثاني ولكن تعطف مع زميله البديل قدور شريف فمرر له كرة على طبق في الدقيقة الأخيرة أو الدقيقة الأولى من الوقت المضاف لهذه المبارات ولكن مع الأسف قدور شريف لم يكن البديل رقم خمسة عشر في صفوف المنتقب الوطني لعبة ديكتارادو طهري سيدخل مكان هنا شوف هشام هنا كان قادر يعود يرجع الكرة للعب زرقان نعم كما أعطلوا الكرة يرجع الهدية لكن هو فضل لكن في الوقت لحقه زوج مدافعين طهري مكان بالعربي يعني يجب أنه صفق لي بالعربي على ما قدمه في هذه المبارات على أدائه الراقي على انثباطه التكتيكي على 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 كل شيء جميل في هذا اللاعب يعني في وقت الكاراز أول لاعب السدعي للمنتخب الوطني من طرف الكراز لاعب محلي كان بالعربي بالعربي يعني سبق جيله تماما بحوالي سنتين أو سنة عفوا كلمة المباراة هذه استرجع عدة كرات ومتعدة كرات ومشال أمام كان قادر يسجل في البداية الشوطة الأول اللاعب هذا نضم في هذه المباراة قد ما عليها يعني في المستوى خاصة في الكرات ليسترجحهم وفي الكرات ليمررهم هذا الشيء يجب يلعب كوسط ميدان دفاعي ولكن كل مرة وين تكون عنده الكرة يمشي للهجوم وهذا هو الشيء الكرة الحديثة هو الشيء تطلب من عند لعبين تعوسط الميدان لما تصيب في رقب اللي تلعب بكتلة دفاعية الأحسن لعبين تعوسط الميدان هم اللي يطلبوا الكرات في عمق المدافعين وهنا اللي شفناها في الشوط الأول وشفناها في الشوط التاني لو المنتقى بالجزائرية يسجل تهدف من الجهة خاصة لعبين تعوسط الميدان الملالي وقع في المحظور وكلفته بطاقة صفراء بوداوي ينطلق هدف رابع رجاء قدر شريف ماذا يفعل قدر شريف يتعنى يمرر لمن لخاسف خاسف يوزع في القائمة الثاني الكرة إلى من إلى الملالي دائما الملالي الملالي يفقد الكرة أناني جدا الملالي في هذه الكرة برعون يفقد الكرة لا سدد ولا مرر ففوت على فريقه هدفا من الوقت المضاف إلى هذا الشوطي الثاني لأتي المباراة التي عرفت تفوقا كبيرا للمنتخب الوطني سيطر طولا وعرضا على مجرية اللقاء ملالي مرة أخرى يفقد الكرة بوداوي بوداوي لا زال يركض بوداوي لا زال يركض بوداوي بعد هذه الدقيقة الرابعة بعد التسعيل هذه المباراة لا زال يركض ويسترجع الكرات ويتألق حذري والملالي ركلة جزاء ركلة جزاء ركلة جزاء لصالح المنتخب الغيني في هذه الدقيقة آه خارج منطقة العمليات يا سيد الحكم خارج منطقة العمليات يا سيد الحكم هدية مجانية خارج منطقة العمليات خارج منطقة العمليات يا سيد الحكم ليس هناك ركلة جزاء ليس هناك ركلة جزاء بل خطأ ارتكب على المهاجم الغيني اندو في هذه الدقيقة الأخيرة من المباراة خارج منطقة العمليات محيوس حرمه الحكم من ركلة جزاء في الشوط المباراة الأول والحكم البنيني قدم هدية للمتخب الغيني الذي يستعد و يسجل اوندو يسجل هدف الشرف لصالح الغيني نفس الهدف نفس طربة الجزاء ليسجلها اللاعب بحيوز يسجلها اللاعب الغيني بنفس الطريقة بنفس الطريقة نفتح رجلوه ولكن في الوقت وين الحق للكورة عاود غلق الرجلوه وحوس على القائم الثاني هنا باش تغلط طلع الحارس لما تكون في طربة الجزاء تفتح الو بي وممان وين تلحق للكورة تعود تحوس على الانتيريور جو بي باش القورة تعود تطلع في الانتيريور ونهاية المباراة بفوز المتخب الوطني بنتيجة ثلاثة أهداف لأهداف وبالتالي تأهل إلى الدور المقبل ومواجهة المتخب الغني شهر جوان القادم يروسي فتسان كيف كانت المباراة والله شفنا شوطين مختلفين شفنا زوج أهداف للمنتخب كانوا قادرين يسجلوا أهداف أخرى لو ما دخلوش في السرعة قدام المرض ألق متواصل إن شاء الله لعناصر المنتخب الوطني في هذه التصفيات والحضور إن شاء الله في كان مصر 2019 على الخير والمحبة نلتقي وعليهما نفترق السلام عليكم شكرا للفرقة التقنية أجلي واحد ولي الزميل المخرج سادت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة الجيش الوطني الشعبي ينظم من الثامن والعشرين إلى الثلاثين مارس الفين وتسعة عشر أياماً إعلامية حول مدارس أشبال الأمة للتعريف بكيفية التكوين والإمكانات المادية والبشرية المسخرة وشروط الالتحاق بهذه المدارس وهذا على مستوى دار الثقافة بإليزي دار الثقافة بالأغواط مكتبة المطالعة العمومية بعين صالح والمكتبة الرئيسية لولاية تامن راست ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً الدعوة عامة للجمهور وخاصة فئة التلاميذ وأوليائهم مدارس أشبال الأمة معرفة وفاء وانضباط يقدم لكم هذا البرنامج برعاية بي أماتي ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام ومرحبا بكم في حساتكم الفلاحية أرضنا الخضرة راح نتكلم اليوم مشاهدين الكرام على كيفية زراعة القارس أو الليمون والفيدانتاع على صحتنا كي ناكلوها يعد الليمون والقارس من أكثر الفواكه الحمضية استخداماً ويمتاز بمذاق شديد الحموضة لذلك يستخدم عادة بإضافة للطعام لإضافة الطعم الحامض وفي التحضير العصير الطبيعي ويحتوي على الزيوت العطرية والمركبات النباتية وفيتامين جيم وغيره من الفيتامينات والمعادن ويشكل ماما يقارب 88% من محتواها وليه العديد من الفوائد كتقليل خطر الإصابة بحصيات الكيلة وأمراض القلب والسرطان الشجرة انتاع القارس مشي طويلة بزاف حيث يصل طول الشجرة الليمون الناضجة إلى 3.65 متر وكباقي أنواع الشجر يجب زراعة شتلة الليمون في مكان مشمس وأن يكون فيه أفضل تصريف للمياه بحيث يجب تجنب أي منطقة فيها تجمع للمع ثم قيام الفلاح بحفر حفرة تكون كبيرة بما فيه الكفاية لتناسب حجم الجذول ثم يكدس عليها الطربة وتوزع بشكل جيد حول الشجرة مع الحرص على عدم تكديس الطربة بشدة لأن هذا ليساعد في تصريف المياه بشكل جيد ويكون أفضل وقت لزراعة الجذور في أواخر الشتاء ولا يوجد هناك حاجة إلى أشجار كثيرة لتخصيب الليمون حيث إن أغلب أنواع الليمون تعتبر ذاتية الخصوبة يلزم علينا الاعتناء بشجرة القارس حيث يجب تسميد شجرة الليمون بشكل متساوين على الطربة فوق الجذور باستخدام سماد يحتوي على النتروجين مرة كل شهر في الأشهر من الربيع إلى الصيف أثناء السنة الأولى من الزراعة وتمديد فترة تسميد لتصبح المدة بينهم من أربعة إلى ست أسابيع في السنوات اللاحقة تحتاج شجرة الليمون إلى الربيع بشكل مستمر حسب حاجتها فمثلا في التقص الحار تحتاج إلى ما أكثر من التقص العادي باش تحافظ الطربة على رطوبتها دون نقعها بالماء ما يلزمش تقليم أوراق شجر الليمون بالزافة إزالة الأوراق الخضرية بطأ نمو الشجرة لذلك يجب تجنب ذلك خاصة في أواخر الصيف والخريف حيث أن الأوراق اللي تنمو من جديد تكون سريعة تأثر ببرودة الشتاء اللي تسبب تالفها قطف ثمار الليمون يكون بعمر ثلاث سنوات وعلى غير ثمار الحمضيات الأخرى يجب أن تقطف وهي غير ناضجة تماما للحصول على الطعم الأفضل حيث أن ثمار الليمون الخضرة اللي تحول الأصفر إذا تركت على الشجرة دون قطفها يكون طعمها مر بالزاف العدد انتع اليوم خلاص نتلاقى ومشاهدين غدوة إن شاء الله باش نتكلموا على البرتقال أو تشينا كيفاش نزرعوها والفايدة الصحية اللي فيها فيلمان موسيقى قدم لكم هذا البرنامج برعاية قدم لكم برعاية موسيقى لقد عدر و شخصي أولك لقلوبة الواضحة بالله من قلوبة من آخر انتني حوثمان لجلسارة الخميس على الشراء والأخورين المقاومة التنميه الإطلاق التنميه النميه التنميه تنميه جميعه تنميه سادوية التعسير التعليم التعليم المترجم للقناة 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 الله أكبر الله القناة موسيقى 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 حتى باية دواقة رايحة هي تانية نقطهم الأزواج اللي تحسوا على أكبر مجموع من النقاط رايحين يفوزوا بخمس ملايين المرة الأولى عشرة في المرة الثانية عشرين في المرة الثالثة اربعين في المرة الرابعة ومئة مليون في المرة الخامسة إما لا شكون رايحة تقول أنا رجلي شاف أنا راح أحبوب نوردين وزوجته فاضيلة من الجزاء العاصبة هو سائق وهي قعدة في الدار فاضيلة هي اللي علمت نوردين الطياب ولا يدير الشربة اشطيت حاطع الجاج باطاطاراقو اليوم يا سينوردين لازم تصوق بالعقل في الكوزينة ما تحبش حتى تسمع المعدام تقول رجلي شاف أنا راح أحبوب كمال وزوجته أنيسة من مدينة البليدة هو مدير تسويق وهي قعدة في الدار كمال كل صبع بصنعة هذا بركوكس هذا مطلوع هذا كلام على طياب مرتوه هذا مسوس هذا مالع هذا ماشي مداوي بالطبع اليوم يا كمال هادي دالتك يا تربع خمس ملايين يا تسمع كلمة المضام تقول الرجلي شاف مرحبا بكم عندي في كوزينة رجلي شاف شرفتوني بحضوركم اليوم معايا كمال وأنسة لجوني من البليدة وزيدنا الحب نوردين وفضيلا جونا من الجزائر العاصمة أنسة قولي لي كمال كيفاش في الكوزينة وشي طيب وشي مي طيب شأس كدلك ديقة ولا لا 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 ديقة لكن في الأمريكيا تحديثوني نعم الحب تحديثوني؟ وشي طيب صيحة تحتونا صعب بالكوكس وكوسكو جيدا سأدينا صعب نعم طيب صعب حسنا حاجة زعم أحداج شغل شوية وعربيا هل يكون أصدر تحب لكوزينة طيبكا وشنا يا ما لدي شاجة ركس شغل حاجة تعالك أحدهم شوية وعربيا الفوك سينات وثدي فلسل الفيجيك سهل صحة مال اليوم موريلي اشترتك الكوزين ان شاء الله الأخ نوردين فضيلة قولي لي اسكوا يطيب ولا ما يطيبش وش يدير طيب وش يدير؟ حبينا كيكونوا عندي زوجة دو نبو طالعين كل كوزينة وفتخادسون لدينا طيب شوية؟ شوية وش يدير وش در ديجا نوردين؟ كلا طعام وطعاف تفوره؟ وشربه ملح؟ يلا بينا نحمر ولا نفضل؟ نفضل نفضل طيب ونفضل؟ الله عليكم لما اليوم دا بينا نشوف المستوى ديالكم في الكوزينة وباش نشوفو وما في زوج طيبو تخاديسيونال وتوشيتو ديجا لتخاديسيونال اليوم باش واحدة من ساكم ما راي تح تقول رجلي شاف عدنا طاجين وردينا نشوفك تغذر فيه كيف شاوي بلك؟ نوروح نوروح وكمال؟ نوروح نوروح أنا كنتشوفو حاجة ساكم على عينكم ديرو في بلكم اللي راح تكون عندكم خدمة في الكوزينة على هذا هذا شغل خاص بالشعر رمضان المعطم هذا هو با شعر رمضان الكريم نطيبوه بزاف ونحبوه بزاف هو حتى في العلسة مستعملو رغم يستعملو على هذا ننوصيكم ونقول لكم ماذا بيا؟ فتشوفوا وتشفاوا على طريقة التزيين اللي أقدمكم على خطر زيادة على البنة والطياب اللي لازم يكونوا حاضرين طريقة التزيين عليها تفضل يا رجال سامحونا خليوا نساكم يلدهوا بطيابكم راكم معايا باش نشرح لكم طريقة التحضير باش نتوما تفاهموا رجالكم ماذا بكم تشفاوا على كامل واش راح نقولو لكم الحاجة اللي اللي بدوا بها نديرو مرقة بيضة كيفاش نديروها نحمول بصل تعنا نغسطوه نقيوه ونسكرفجوه نحطوه في قدرة نديروه زيت ملح بالفلكحل ديرولو البيض صحة غير المرقة التعيرة يتسقلة برقبة التعين خلوها يتقلة واش نوح ندير ما تنسوش الحاجة اللي اللي تبدوا بها هي البطاطة يقطعوها بكعابة صغيرة باش نطيب لهم تمتم يخلوها تغلي في شوية ملح باش مجيهم شسنطة غير تغلي بطاطة ينحوها ويعبزوها مليح كي عبزوها واش يديرو في نفس الشي روح يوجدو الحمرحي الحمرحي يدوزنوه ملح في الفلكحل يدوزنوه مليح واش يديرو ديرو دي بولات لبولات هادوك ديونا نروحو نبحتوهم للمرقة بيطالة يطيب نخلوهم يطيبو غير يطيبو البولات نخرجوهم ونقطروهم ونحطوهم بجيه واش نديرو هادوك البولات لازم يديروهم غير صغر نديروهم داخل البطاطة دينا نكونوا عبزناها ودوزناها نديرو دبتتبول نديرو في هادوك لابتتبول تعال الحملة درناها ونغرقوها كما رايح هنا قدمكم ما رايح كبيرة بزاف ما رايح صغيرة بزاف غير توجد البطاطة تعي واش نديروها نروح نرمضها في البيت نجوزها في لاشا بليو ندير زيت سخونة ونخليها تتحمل حتى تحصل على هادو اللون اللي اراه وقدمكم واضح غير توجد البطاطة تعي واش نديرو ما تنساوش الحميصة مهدرت لكمش عليها غير تبدال الغلية اللولة نرميو الحميصة تعنا نخليوها الطيب في المرقة واضح غير توجد ديرو دغيساج لو قدمكم نحطو المرقة نديرو الحميصة إلا بقات لكم شوية على الضوك ديرو بها دي بولات كمران ديرو الحميصة إلا بقات لكم زيادة إلا ما بقات لكمش ما فيهاش مشكل وغير توجد العودة على القرفة شوية مع الدنوس وهذا هو لودغيساج اللي اقدمكم هنا نتمنى أنهم رايحين يكونوا في المستوى إن شاء الله على هذا أنا رايحة نخليكم تتفضلوا للسالون وير رايحين تلقاوا المقادير بالتفصيل ونقول لكم حد موفق تفضلوا جيت باش نذكركم في تلتح ويش في كوزين تراجلي شيف الحاجة اللي اللي نوصل لها هي الوقت ردوا بالكم الوقت في الكوزينة الحاجة التانية هي طريقة التزيين ليشتوها مقبيل قدمكم ماذا بي تعاولوني نفسها ولا تتقربوا منها قد مقترتوا الحاجة التالية هي الرمانة راه يقدمكم ولا يشتو بلي كل مدام كترت عليكم كي تضغط عليها رحمة تسمحاش لمدة دقيقة كاملة واجه نوردين واجه كامل وله هي لذلك هايل اكتحووس عليها هايل هيك ربانة ايه هاذا وين هايل هيك قدامك هادي هاي هاديك هي خلاص صع نبدأ وجدين واجدين يلا ثلاثة وانين واحد وطيب هل تسمعلك مايشه؟ هل نسمعي? هل نسمعي؟ نضيب بطاطا، نرجع البطاطا نول، نضيب بطاطا نموشه فوق ولفوق نموش اضغطي على بالك دخلي، ام قدامك هادو نشكلت نلموشت على البطاطا مر 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 ممشيبها ناليشكش شربته خلاص نول موشت على البطاطا في الاورنج كاملكون عادة شوية بش نديرو لحمي طيب إلزم نرطيب لحم آه نازم يطيب ملع عليك مقلق بشبيب؟ عايش مقلق نورمال آه جاوبني نعود معك بش نحرك السخيص كان ليما شو حتى بشي في كصونا كمال البطاطا كمال البطاطا كمال البطاطا كمال البطاطا لا رغم كمال البطاطا شنا قمنا بكم سوف تضح ملح ملح هناك ميزانك اخلاص الملح لا تملحش بزاف جيب لغاب وربيع بيش جيك سهلا كي قطعتها جيك شوي صعيبة جيب لغاب من تحتها و نو نو لا دي لغاب لغاب مادام قالت اسكر فاج هو جبيت رحيوه مادام عب زعر مانا هكذا كي قطعتوه هكاك ميوسكش بالخف تكفي نشحبها تكفي ها ديك تكفي ها ديك البصلاك تكفي ما تزيدش ديك زيان النار حتى حتى ديلها شوية زيت ديل شوية زيت ها قدا زيت شوية زيت شوية خلاص بيان خلاص كملنا نحيا ها ديك نغمر جينيتك نحيا دوك دير الزيت دير الزيت وحطها فق النار دير الزيت د. ندير زبدة ما ديرت زبدة اجبت سالة دي سفر ملتح اجبت سالة دي سفر نقص اللالا ديروا هذا خير دير لابيوندا دير واحد با نو دير دي ثلاثة لا ثلاثة بزاف نو دي ثلاثة بس كنا عندك ثلاثة يتعجين نحن نحطوا ثلاثة بس كنت طيبة ونحطوا ثلاثة خلاص نارك ماشيون تحركت القديرات تاك نبش نوجدو البيوندالشي نارك تحركها نازل بتخلاش بطي تخلّا نار دنيل قدرها في الوسط اجبت هلا هاكده تخلاش تمشيلك غيب العقل بلك يكبرك النار قرية نجيبو صلاة ديّار نديرو فيها البيوندالشي الزوجات أبايا أمالي دوقو يسوي تلاتة تلاتة لتلاتة تلاتة 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 لا تلاتة وضع سحنار لكي تضع تلاتة تضع تلاتة وضع وضع اي ما عليش auzika ما نزيله با رجل هذا ليس مثلا نتحرق لك ايش في هناك شما بس اخلي عدو اي خلي يتقل ومتديله بشينا نضربه الماء الغلي و الزغلي طولها الزغلي و الماء ما ديله عنيبو هكا وخلي يتفي غلوا وخلي يتفي غلغو وخلي يتفي غلغو دونه كون حلا بيوند هكش ده هكش ندالبي خليه بيوند عاشا خليه هيا خليه هي دائرهم باش دير 14 نحن نشوف القدرة هذي كل هذي نحركها حركها نور بلك تعيسلك نور مرقة ندير الماء صغار صغار ما شمتوه ماذا عقضا سيبون عطاني شوف شعندلهم نحبه بتقدت صغر على ذاك الشي شوية ندير نديرو يحسب البطاطان وليقعد نديرو من داخل المرقة نديرو تع المرقة ومديرو تع بوندوت اخ نعم نشوفوا الحسب لي لك فتنة لاص نا اكتعنا لخي الكائين هيا يا جملة عباكو كانك يدرت ديبول ديرو في السحن هكا باش ترفض ديرك مش يتحطهم بعد زيت ترفضت حط لي السحن بلا بلا نعم من داخل هكدا هذا بالرأسك الله غير خمس عليك مما في الملح راقوا بيان؟ ستومون دوق مما مدى لاصوس دوقا الشابيب ينجم ويأكلوه وشيوخه ينجم ويأكلوه بلك ما تكبرش بش يقدر يجيك داخلي بولتا الباتاتا مياه عدبوكش بصح اللويهم بيان كورهم بيان عالعب كعود سلة؟ اي بش ديوش كل تحمي شباب تنريد تحليلوا لك نعم تحليلوا تحليلوا الماء يضيفون لكي يضيفون مللي ملحبك 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 داخل الماء ملحبك . . . . كامل. نطلع البطاطة هذه. نصها. نصها تشوفها في الفرشيطة. مزات. 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 قطع المعد نستعدي كور نور. مزيلا شوية عمى. ما تكثر شبي صفا. ما كي تشوفي. ايه نشوف. هاي. بساسي فيها. خلاص بيه. مش متن شفر ناش. ممي الحم بشي طيب. اي طيب. نزيم يطبن له. هاي نمسك جايبها. ماي جايبها. هاي جايبها. هاي. تطحط لي بولا دو كتا عالبيني. هاي تقطع المعد نست. خلاص خلاص يكفيها دكا. يا خادقك بدي تهردها مع اللخها. ولا كراي الحكيك تجري. بلها قد. هاي داك هاي داك هاي داك. هاي خبوس عليك. والله ما شاء الله. نور حص روحه شاف بسلمتو. قطع المعدم قبل العصوص باش مرحش في ستين دايا مالك غايب العقاد بالمغرف ما تعاوش رجحها لا تعاوش رجحها لازم المرميطة تشطح شوية توحش العراس وقيلة توحش العراس هلا هادي هادي ؟ ه 크 هدك هاديك ها 관ه ها بس احماس سخونiles ت فلا كاصرون نعم نعم سيب نعم هذا ما شاء الله هذا الله يبارك هذا الله يبارك هذا 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 التسكير إنه فين يبارك سيبار سيبار هناك كينة شفها سيبارك سيبارك شف ملاح من تحت شوف من ايه ها ها ديكو اسبع ها ها تبعت بكري ها لك راح يكري ها لبعش اشي تطور ناس وسوع درت شيا في الفلك هالنور درت ترت هاي بش تجيبني نينا نور الفارينة ما كاش نور ما شاف لا تو لا فارينة لا شابلة لا سمون واضغ هي واحدة كبيرة خير خيمة صغيرة لا نتبعوا الحساب للتعنا باش باسكو ديل بلابيون د الداخل ماتنساش تكبر نزيل تكبر الحبه ايه نزيل تكبر بلابيون تكبر باش ندلو حبه كبيره ديكور ثاني عندو داول خلاص اكا سيبون اعطني شو ها ايه صغر شوية اصغر شوية غيه كميان ضق مع اللابيض نشوفوك في شدي الحبه ايه نعم في اوالو ممه نوردين ايه ايه لا بس انا ستحرجون غير بالعقل ايه ها كيف يشفك حسرو حكوة ايه 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 الوقت و الابمطقة الوقت و الابمطقة المرقة ديالك زيد للنار تحرج حكرة يوفوك وطيبهم البطاطة تحرج أكرا نتنساش Youtube بولات تانيك حطهم بجيه وما تنساش مازالك ديت تحمر البطاطا نوردين ها يلا خلاص خلي البطاطا هاديك بس كل وقت كامل موراك وصل أنا محل اللحم كي لا شك حاس روحك نعم نورم ما هيش مالحة نورم 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 نعم نورم أمسح العرق تاك تحرك البطاطا نورم هادي حية الحمتها أكثر راح نحظوك هاليبولات عادوش كائن واللاصوس رايبين لاصوس البلون صحة اراضوا بالكم ما زالكم تحمروا البطاطا ما لقلكمش بالزافير بطاطا تحمر يلا القطرة ها منيحمل لاصوسه لتقليل كافي طيف جيداً فدر بطريش بلالبولات وش نجيب؟ يا أخي بلعقل لا تنسى، لدي تلاثة تواجدنا تلاثة؟ نعم، لازم تلاثة كيف يقولك تلاثة؟ قالوا لي تلاثة نبيل تلاثة تلاثة؟ نعم، لدي تلاثة كان زيف اليوم؟ نعم، لدينا زييف نحن نعضييف ونحن مضييف وشيف تناميز كبيرا تناميز كامل ديرهم نضيبون هكا خير نور دينا باقي لأخد ديال وقت هكذا دير في البيت دو، كالوح في البيت ودير فلاش عقل يوغ البيت الخلقه الصفره هادك تقدر البيت كومبله وحكسره زيل هادك البيت الدخل الصفر زيل هادك البيت أكسرها خف حف نار خف لا حيالي يا راني مش بك يتلفتلك تلفتلي تلفتلي تقلقت شوية لا تقلقي لا تقلق بس كدك ندير البيت ونديرها شابير هو خدف لازم يجي كبير يا عمر العين نحن نشوفها لحسبتلي عندنا كشتها سيبون ماليش ماليش خاول دخلها 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 هو راح لمقتل الحال عليك ها عندك ها شابلو هزرب نور يا خالي هيا نور الله يحفظك هزرب هو راح الوقت هزرب نور هزرب نور هزرب نور هزرب نور هزرب نور نور راح بدقلي راح بدقلي راح بدقلي كملة كملة بساكارة هزرب نور وش ندير الدخل؟ هزرب نور ندير دخل ما تدير فلاشة بلوع ما لدي أن تستعمل نور كوياغ اللي ما قدرتش اك نور مالها يا لا اه غيت سخون الزيت صاي بزع غيت سخون الزيت غيت سخون الزيت غين كيمياغ شوية شوية بارك هزرب نور كوياغ كتاك بزع بزع بل اشابلو اللي بقيت موت احمار لا تتحرق لك تولي ماشي شابا الحالة بدأت تسخن عايا كورا تقلب هذا المغفاة بش ما تتحلكش نار بلا يا عقل ما باك نوما ما تستعدلش عديك المغفاة لحقب دوكا نلق اليان ما بكاش كي ما زودش فراشو ندور عليك هاك تاك هاك تسير مش ندير ما تقلق شرحات أقلبهم دوكا أقلبهم أقلبهم بكي تحرقوا لك نحوز بش نطلق ايه ايا خاف 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 بكاش بجي بدي تواجه انتهت غيساج مش حدفنو حدا تحكي دايا دو كات سيس ست ست ايه هيا نورايا يا ويلك يا ويلي يا ويلي ايه ايه ليش كي ما حبيت هاديك اللي في قسمتنا حيها ولي طعبو نحيهم تاني لي طعبو نحيهم شت كيف هاش اكترفت هاديك اللي كترفت الزيت كترفت الزيت ويرفت الزيت نزاب ها لدك لي طعبو نحيهم ها لدك زيت لاتة روحين هادة يخلينا يا بقاسي تكلي ايه 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 زيت اقلب هادة هادة يبدي نفوق شهت سعدة بجي ببعدك تكسرها زيت اللاها شوية البلانش هاديك نور هادةك هادةك نور دوكا جيب باش تحب هادةك نجر عليك طيب ها بسمي شوف لازم نجي بكش حاجة باش تحت فوق ما تحتش لدك أسخور ايه ايه باب اللحم ناط نزع شوية نزع شوية نزع شوية ايه ماشي بس كما قالتش الوقت انا علي ذي قاني نقول لك بقول لي لازم نبدو مدريسي لازم نجبدو طواجن طواجن تواعك نجبدو مقالش الوقت خلاص وحط الحم في الاسمو فالتاجين دقاشقع الوقت لازم برغف لحيهم مارف دير الحم وحط شب أحبيها نورا كل كل تلجرون دير فيها وحدة ايه ايه هاك تاك ما كاش الوقت نورا ما كاش الوقت كاش الوقت أن تزيل تدي بحجي نورا نورا يزيل تفلح شب أحبيهم دير طفل أخر سيقم 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 طفل أحل ما دير فلوز هاس ها ها الحميسة سيقم بيها ها ازيل دير الخارثاني كديرا على الملقى وليبول هادوك شب أحهم هاي قدامك هاي هاي ها دي هاي ما رقف الزخز خف خف نار خلي الاخرين بالك نساع أه نجدها العصاص ديرها دوكم بعد حوسها العصاص جيبوا الات جيبهم لنا حطهمك اسطفهم جيها شبه حمله حطوا هذك فوق البلندة تخافاي هذك الطاجين هاكدك بشيبان هاكدك هاكده دقيقة مزالة نار يا ناردين دقيقة بولك زيد هذك البطاطة البطاطة نار البطاطة نار البطاطة حتى هامل فوق حتى هذكوت هي نار هل معدنوس دقيقة زوجزوج وقدر بيعمل تاويل الحم هذك تعدر ماكدش مشبحه لبولة صغار دينو محدهم تاني هكام جيها هاكدك مش مشبحه الوسطاني هاكدش شبه سويت عمرة مليحة معدنوس معدنوس وقرفة القرفة علي القرفة دينها في الوسط في الوسط هلوح دير معدنوس معدنوس لي قطعتوا 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 هاكدش للم قطعتوا لي قطعتوا لي قطعتوا معدنوس ما تنساش هاي عشرة تسعة تمانية سبعة ستة خمسة ربعة سيتة جود واحد درفت يدك قلتني شوية صعيبة للبطاطا بش أن نروليها جيت شوية صعيبة ما روش حاجة كما نقوله صعيبة إنما أي واحد يستعملوا هذو هما وفيك شغل تركيز هذو هما بعد ساعة طياب طاجين الخوخ راح حاضر كي نردين كي كامل نجحوا في التقديم بل صحي كويرات شوية مفتوحين تبقى البناء إيلارا هم طيبين بايا هي اللي تدوق وهي اللي تفصل ودوك الغمضوا عيني لزوجات باش يدوقوا ويمقطوا هذو طاجين الخوخ لا ما يعلموا نردين وفضيلة راكم متفوقين يابا يتربحكم يتقلب عليكم المهامة يعطيكم الصحة على المشاركة ديلكم اليوم عنا في كوزينة راجل الشاف ونشكركم أنتم رجال على المجهودات اللي بدلتوهم ونساكم اللي كانوا موراكم إيش تجعوا فيكم اليوم أنتم طيبتوا وعطيتوني تباسا بساكم داقونساكم وطاو نقطة بلا ما يعرفوا ونبدو ردوق تواطيت نقطة نقطة زالي زائد نقطة تانساكم رايحين نطلعوا بمعدل هذا المعدل هو اللي راح يفصل بناتكم نبدأ بي كامل كيفاش حسيت رحك اليوم وكيفاش جاك في طيب؟ كيفاش حسيت رحك اليوم؟ ها هي والاغويسات اللي المن كيفاش جاتك؟ طاوست مولادي رايش حاجة صعيبة ماشي حاجة صعيبة؟ نروح لبلاغويسات اليالك ويحددها كنوح نهضر لك على المرقة المرقة كانت بنينا كان عندي فيها شوية ملح بزيادة كل صراحة كان عندك شوية ملح بزيادة منشتار لي لما مرخش بزيادة كلها جوسيبا ماي كان عندي فيها شوية ملح بزيادة نروح للحمد اليالك كان نقصو شوية تعطيال نروح لبلاغويسات اليالك كانت بنينا وكانت محمرة كما لازم نحييك ونقول لك يعطيك الصحة وكان عندك تزين نوعا ما كان نردين كيفاش حسيت رحك اليوم؟ صادر اللي باش نردين نروح لطبق ديالك نفس الشيء نروح للحمد ديالك كان نقصو شوية تعطيال نستيبا مشوه المرقة كانت متوزنة ما كانت عندي زيادة عن الملح ما كانت عندي نقصان بتاع الملح نروح للحميصات اليالك كانت طيبة نروح البططة تعالك نفس الشيء كانت محمرة وكانت طيبة و بكل صراحة اليوم تباسة تاوحكم كانوا متقاربين جدا 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 كان عندكم نيفو نقدر نقول قريبا غاي انا وش درت باش نفصل ما نغلط في حق حتى واحد فيكم دقت وعاود وخرجت التبسي لي كانت عندي فيه دوق اكتر ولليوم رايح اقول راجي شيف هي شكرا 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 مبروك عليكم مبروك عليكم مقاعدوا بعيدة يا بركة رايحة رايحة خلاص مبروك عليكم نوردين أنا حسيت بك شوف مام كمال اليوم كاني طيب موتانيك وشن هو؟ دار المحيوم بزيادة عندي وكان تبسي بتاعك المستوى نقول لكم مبروك عليكم مبروك عليكم من خمس ملايين انسقسيكم تديوهم وطروفوا ولا تكملوا معنا وتواجهوا متنفسين جدد أطباق جديدة وتلعبوا على عشرة ملايين واجدين معنا؟ يلا ما لا نسميكم المرة الجاية ونقولكم مرحبا بكم إن شاء الله يعطيكم الصحة أما انتم مع مشاهدنا وش نقولكم نتلقاو المرة الجاية ورايحين نعرفوا مع بعض كل عادة شكونا رايحة تقول رجل شافت هلا وفروحكم وتتقال اشتركوا في القناة المختارة بكل عناية زيت نقي بيض طازج للحصول على مايونيز متميزة كثيفة ذات مذاق رائع وبدون حافظ مايونيز فلوغيال لمتعة الكبار والصغار مهارتنا لذوق متميز هدا عيماد خويا الكبير ملي كنا صغار وهو يوصلني للمسير وكيرا حبابا غدخت خلاله طوم موبيل سحضركا ماولش كامل يوصلني والله ماسه لاحزية بكري كانت هايلا حلوة نيوم سماط لي كلش مليك سبها الطوم موبيل وانا نقول له بلي يقدري ولي شوفير بابليكاسيون موبيل خلينا صحابي نهاركم بليوم يخدموا اليوم معلخري تقاسموا فايدة مافيهاش تعمل أبليكاسيون وصلني تخلص عشالي في النهار والفايدة كامرة هيليك وزيد لي ما عندوش طنو وبيلي يطلو طنو بيخدم بيها وفينا الموق عيماد وصلني ويزيد لي ونصل وحده فرن صنوار تحصى صنوار تحصى صنوار تحصى هلا فينو وصلني اه يا نول خطوة بخطوة نتجاوز العتبات ننفع تحديات ونفكر في المستقبل مع ام ديام افتحوا أبواب الخط واكتشفوا مجموعة أبواب تتناسب مع كل الظروف والمتطلبات مجمع شركات حسنوي نحن في انتداركم بمعرض باتيمتك من 24 إلى 28 مارس موسيقى 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 ايضuta محددة تجربة الهنقات next time تجربة الهانقات المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة مدارس أشبال الأمة معرفة وفاء وانضباط المترجم للقناة على تنفيذ تمرين تكتيكي بالدخيرة الحية بجونت ويشيد بالوعي العالي لشعب الجزائري طوال المسيرة السلمية دعيا إلى تبني حل توافقي للأزمة يستجيب للمطالب المشروعة للشعب وفق المادة المترجم للقناة الغربية توزيع أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية من مختلف الصياغ بالعاصمة وسقهراس وتأكيد على مواصلة توزيع حصص إضافية أخرى مشاهدين في كل مكان السلام عليكم أهلا بكم معنا إلى تفاصيل النشرة الثامنة بداية وبغرض الوقوف عند مدى الجهزية العملياتية لوحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود وفي سياق المتواصل للزيارات الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية يقوم اليوم الفريق أحمد جايت صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس وركان الجيش الوطني الشعبي بمعية اللواء حسان عليمية قائد الناحية العسكرية الرابعة بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة بوركلا حيث أشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بذخيرة الحية بجونت وأشهد بالوعي العالي للشعب الجزائري طوال المسيرة السلمية داعيا إلى تبني حل توفقي للأزمة يستجيب للمطالب المشروع للشعب وفق المادة مئة واثنتين من الدستور زكريا ميهوبي السيد الفريق وبعد مراسم الاستقبال وبمعية اللواء حسان عليمية قائد الناحية العسكرية الرابعة استهل زيارته من القطاع العمليتي جنوب شرق جانت أين أشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية في البداية استمع السيد الفريق إلى عرض حول تمرين قدمه قائد القطاع العمليتي تضمن الفكرة العامة ومراحل إجرائه وهو تمرين الذي يأتي تنفيذه في إطار مراقبة تنفيذ المرحلة الثانية من سنة التحضير القتالي 2018-2019 قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للقطاع العمليتي جنوب شرق جانت مدعمة بحوامات الإسناد الناري فبميدان الرمي والمناورات للقطاع العمليتي تابع السيد الفريق مختلف مراحل تنفيذ هذا التمرين الذي يهدف إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف القوات واختبار درجة الجاهزية القتالية والعملياتية للوحدات فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة وتمكن الأفراد والأطقم من اكتساب مهارة أكثر في مجال التحكم في منظومات الأسلحة وهي الأعمال التي اتسمت بمستوى عالي في تنفيذ مراحل التنفيذ عكست المستوى الجيد الذي بلغته وحدات ناحية العسكرية الرابعة عموما ووحدات القطاع العمليتي جنوب شرق جانت بوجه الخصوص لا سيما فيما تعلق بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق الجيد بين مختلف الوحدات المشاركة وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية في نهاية التمرين التقى السيد الفريق بأفراد الوحدات المنفذة لتمرين مهنئا إياهم على الجهود المضنية التي بذلوها طوال سنة التحضير القتالي 2018-2019 وخصوصا خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين كما ألقى كلمة توجيهية تابعها أفراد جميع الوحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ذكر فيها بالوعي العالي الذي تميز به شعب الجزائري طوال المسيرات الشعبية السلمية التي شهدتها الساحة الوطنية في الآوينة الأخيرة إن الوضع في بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية سلمية تنظم عبر كامل طلاب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية ورغم أن هذه المسيرات قد اتسمت إلى غاية الآن بطابعها سلمي والحضري مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه الذي حافظ على صمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم إلا أنه واجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل مقبل أطراف معادية في الداخل الخارج ذات النواية السيئة والتي تلجأ إلى قيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد لكن الشعب الوعي والياقض والفطن سيعرف كيف يفشل كافت مختطتها الدنيا وبغي تحماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد أقباه يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكراندات وتغليب المصالح العليا للوطن من أجل إيجاد حل الخروج من الأزمة حالا حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة أقول الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر السيد الفريق جدد مرة أخرى التذكير بتعاهده الشخصي الذي عبر عنه أكثر من مرة والذي أكد من خلاله التزام الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الشعب الجزائري من كل مكره ومن أي خطر قد يتهدده وفي هذا الإطار سبق لي في العديد من المرات أن نتسأهده أمام الله والوطن والشعب ولن أمل أبدا من تذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش وطني الشعبي يصبته جيش عصري ومتطور قادر على أدى مهمه بكل احترافية والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكره ومن أي خطر محدد قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وافي لتعاهدته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري وفي هذا السياء قطاعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجب للمطالب المشروعة بالشعب الجزائري وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمر على سيادة الدولة حل من شانه تحقيق توابق الرؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراب وهو الحل المنصوص عليه في الدستور من مادته 102 وفي ختام اللقاء استمع السيد الفريق إلى تدخلات أفراد القطاع الذين جددوا استعدادهم الدائم واللا محدود في حماية كل شبر من أرض الجزائر ممثل لرئيس الجمهورية يواصل نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمطان العمامرة مشاركته ببريطوريا في أشغال ندوة تضامن مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية مع الصحراء الغربية وبالمناسبة أشهد رمطان العمامرة بالتزام بلدان مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية مع القضية الصحراوية العمامرة أكد أيضا أن الندوة رسالة قوية لتوضيح الالتزامات المشتركة لحل عادل ونهائي لمعاناة الشعب الصحراوية موفد تلفزيون الجزائري إلى جنوب إفريقيا طهب ليدي إلى مركز المؤتمرات التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ببريطوريا حطت القضية الصحراوية رحالها فاردة نفسها مرة أخرى بقوة الحق والقانون الجزائر ممثلة في نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمطان العمامرة كانت حاضرة وقد حملت مداخلة الجزائر بالمؤتمر التضامني لمجموعة تنمية دول الجنوب الإفريقي مع القضية الصحراوية تأكيدات على الالتزام المشترك الثابت للمجتمعين هذا اللقاء التضامني توضيح قوي لالتزاماتنا المشتركة لحل عادل ونهائي لهذا الصراع وانهاء معاناة شعب الصحراوي على مدار الأربعين أهمان الماضية اختيار جنوب إفريقيا لاحتضان هذا اللقاء لم يكن عفيا وهو يحمل رمزية عميقة فهي بلد نتسون مونديلا وبلد مكافح من أجل إرساء قواعد ديمقراطية صحيحة وهو إنجاز حاسم تجاه تحرير القارة رمطان العمامرة ذكر بالشرعية الدولية كمرجعية لكل جهد لحل القضية الصحراوية من المهم أن يدعو مؤتمرنا هذا لاحترام الشرعية الدولية ومبدأ الإنصاف وحق الشعوب في تقرير مصيرها وأن ندعم جهود المبعوث الأممي السيد كوهلر للوصول لحل عادل ونهائي لقضية الشعب الصحراوي أشغال مؤتمر التضامن مع القضية الصحراوية سواء في جدول أعماله التحضيرية أمس أو في أشغاله الرسمية اليوم تميز بالمشاركة الواسعة التي شملت جميع الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية البالغ 16 دولة مع حضور دول صديقة كنيجيريا في نزويلا كوبا وكينيا وقد سادته روح تضامنية طوال مجريات أعماله بل ورتها مخرجات مجموعات العمل في تقاريرها النهائية والتي دعت إلى تعزيز أكبر لجهود دعم القضية الصحراوية الجزائر وفي كل الظروف سجلت دائما وقوفها والتزامها ودعمها لمشروط للقضايا العادلة في العالم وها هي اليوم مرة أخرى تجدد دات الالتزام تجاه قضية لا طالما ساندتها وبدلت من أجلها الكثير طهب ليدي مبعوث التلفزيون الجزائري بريتوريا جنوب إفريقيا وعلى هم شيء الندوة الدولية لتضامن مع الشعب الصحراوي يستقبل اليوم نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجي رمطال عمامرة بريتوريا من قبل رئيس جمهورية ناميبيا رئيس مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية جنجوب حيث بلغه رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيب تفريق إلى نظيره الناميبيا الطرفان أعربا عن ارتياحهما لعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تربط البلدين مستعرضين السبول والوسائل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات اللقاء سانحة لتجديد دعم الجزائري ونميبيا للقضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير في قطاع السكن تم بولاية سقهراس توزيع أكثر من 4300 وحدة سكنية من مختلف الصياغ فيما استفادت الولاية من تسجيل أزيد من 60 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب بهذه الولاية الحدودية محمد زمولي حصة من 4300 وحدة سكنية من مختلف الأنماط والصياغ تم توزيعها بولاية سقهراس عبر عدد من البلديات والأحياء وسط فرحة عرمة للعائلات المستفيدة وتعد هذه خامس عملية خلال سنة 2019 السكن هذا هو أولى للمكانك حاجة أولى لي الواحد في عمره 40 سنة هذا ويندر سكن والحمد لله يا رب برحة ما تصورش مصيفتها عيد مصيفتها عرس مصيفتها حتى حاجة ولاية سقهراس التي تسعى جاهدة وبكل الإمكانيات لتلبية الطلب على السكن والتي تمكنت من القضاء على العديد من النقط السوداء من الأحياء الهشة تحصي برنامجا واعدا قدره 60 ألف وحدة سكنية من بينها 6600 وحدة من الترقوي المدعم و5300 وحدة من صيغة البيع بالإيجار وهو رهان السلطات العمومية لتلبية الطلب منح هذه الاستفادات للمواطنين ستليها عملية أخرى إن شاء الله في الأيام المقبلة خاصة القضاء على السكنات الهشة والقصديرية لتعرف اليوم على مستوى بلدية سقراس عاصمة الولاية وسنمكن كذلك إخوانا وإخواتنا المواطنات من الاستفادة من سكنات لأيقاب حول الله لتكون سنة 2019 سنة مفصلية في تحقيق المأمول وتجسيد الحصول على السكن كما تم بالعاصمة توزيع مفاتيح الاستفادة من ألفي وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل نور دحماني أزيد من ألفي مكتتب بصيغة البيع بالإيجار عدل واحد استلموا اليوم مفاتيح سكناتهم بالعاصمة بكل من موقعي سيدي عبدالله وبوينان أنا فرحان فوق الفرحات مشاكل مولد دار قد قد هذا كان حيث مشاكل أنا نقولي خمسين سنة في عمل إن شاء الله صبرنا 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 لو قال الحمد لله الحمد لله اليوم عرب يفرج علينا طاولنا مفاتيح الحمد لله فرحة هذه ما التوصفش هذه إيش حال وحدة سنة ورايحين جايين رايحين والحمد لله والله يبارك وهذا نهار عرص ونهار جديد علي هدوا المودود توزيع 2641 سكنية عبر مخصصة لمكتتبين عدل الوحد وهذا عبر عدة مواقع منها موقع عبدالوينان وموقع سيدي عبدالله العملية هديرها متواصلة حتى إسكان جميع المكتتبين جميع المكتتبين تعدل الوحد بقى إلا فئة قليلة كما طمأن المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره المكتتبين بمواصلة البرنامج واستكمال عمليات التوزيع عبر كامل التراب الوطني طمأن المكتتبين تاب برنامج 90 ألف سكن وحدة سكنية برنامج 2019 تم تسجيل البرنامج في قانون المالية 2019 وتم إمداء الاتفاقية التمويل مع البنك السيبية يعني كل المشاريع حاليا منسجلها مواموالا وهذا كل المكتتبين يكونوا عندهم المسجلين عند وكالة العدل طبعا هم بالليغ البرنامج مستمر وتم بالمناسبة الإعلان عن برمجة توزيع الحصص السكنية الجاهزة من صيغة عدل خلال شهر رمضان المقبل المجمع الوطني للبناء الجاهز والدكور رفع رهان الجودة والنوعية ليحرز مكانة متميزة في سوق البناء بالجزائر وبفضل تقنيات الحديثة والفعالة المقترحة عرفت مختلف فروع المجمع إقبالا واسعا في صالون باتمتيك 2019 فيروز هرنوف البناء التهيئة والدكور أبعاد ترتكز على ترقيتها مؤسسة ديفانديوس الوطنية الخاصة والتي ورغم حدثة نشأتها فرضت نفسها في السوق المحلية والدولية بمنتجات تنفسية وبجودة عالية بدت العملية تصدير غرف صحراوية كلها لدينا مجهزة موبلة مئة بالمئة من مواد الجزائري التجمويل saben متكونة من خمس أقطاب جهوية متخصصة في عدة مجالات بدونها مجالات لدولية السمن الأح term لدينا منتجات متنوعة ومنها الغرف الجاهزة مئة بالمئة وهو منتوج كما راكم تشوفوا هنا منتوج محلي معرض بطمتك السنوي بقصر المعارض يعتبره المجمع سانحة للترويج لمختلف منتجاته وختماته والظفر بصفقات وعقود شراكة مع مؤسسة أخرى ولتنوع الاستثمارية المحلية سفادت ولاية الأغواط من مشروع استثماري صناعي يتمثل في وحدة إنتاج الأزوت والأكسجين المستخدم في المجال التربيب بقدرة إنتاج تصل ألف لترين يوميا سهيل بندانيا تعد وحدة تصنيع الأزوت التجاري الخامل بنوعيه الغازي والسائل من أهم المشاريع التي استفادت منها الأغواط في إطار الاستثمار الخاص الاجتماعي يصبح مهمة جداً ومهمة جداً على الهاتف والمجال المستخدم لماذا؟ لأن هناك الاجتماعي في المجال المستخدم والمجال المستخدم لذلك يجب أن نتعرفنا تم تحييئة أربع مناطق نشاط بمبلغ 550 مليون دينار جزائري بالإضافة إلى الانتهاء من الدراسة لثلاث مناطق نشاط التي ستدخل في التحييئة في الأيام القادمة وهذا كله يصب في مساعدة ومرافقة المستخدمين من أجل إنجاز مشاريع المستخدمين توفر الوحدة غاز الأكسيجين المستغل في المستشفيات وكذا غاز الأزوت للاستعمالات الصناعية في المجال التنقيب بكفاءات محلية تتلقى تكويناً بإشراف خبراء أجانب من جملة المهام التي نقوم بها هي الإشراف على العمليات التي تكون على مستوى درجة الحرارة الضغط والتدفق التي من خلالها نقوم بفصل هواء إلى أكسيجين سائل ونيتروجين سائل تمر هذه العملية بخمس مراحل للإنتاج والمرحلة الأولى تعتمد على ضغط الهواء الطلق ثم يحول إلى وحدة إزالة الشوائب لاستخلاص الأكسيجين والأزوت استثمار يسمح بتقريب استغلال الغاز الصناعي من المناطق البترولية بالولاية ترقية للخدمات الصحية تعززت ولاية غهران بمشاريع استشفائية جديدة في انتظار تجهيزها بالعتد الطبي اللازم لسلامها في الأشهر القليلة المقبلة سوفيان مقنين غير بعيد عن طريق السيار شرق غرب والأحياء السكنية الجديدة بوادي تليلات تتقدم أشغال مشروع المستشفى الجديد الذي يتسع لمائة وعشرين سريرا والذي من شأنه أن يفك الضغط عن مستشفيات وسط المدينة بغلاف مالي يتجاوز تمانية وعشرين مليار دينار تعرف مشاريع قطاع الصحة بوهران قفزة نوعية حيث يرتقب أن يفتح المستشفى الجهوي للحروقات الكبرى والمعهد الوطني لمكفحة السرطان أبوابهما قريبا المنشآت إن شاء الله نحن نتوقع ونستلمها في السوداسي الأول لهذا السنة نحن نوجد لهم حتى في التاقيم الطبي والشفى الطبي قدرنا هذه المعطيات ديناهم بعين الاحتبار لإن شاء الله نستلمهم ونفاجوا بهم على المواطنين وخاصة الجهة الغربي عيادة برس الحجاج شرق الولاية ستكون جاهزة هي الأخرى في الأشهر القليلة المقبلة لتضافك مكسب آخر للصحة العمومية في المنطقة انتلقت بولاية شلف طبعة التاسعة لمهرجان القراءة تحت شعار شلف تقرأ هذا ونظمت بالمناسبة عدة نشاطات ترفيهية وورشات للقراءة والرسم لتشجيع المقرؤية لدى الأطفال في الطبعة التاسعة لمهرجان القراءة في احتفال أردته مديرية الثقافة أن يكون مزيجا بين ألعاب الخفة عروض مصرحية وورشات للقراءة والرسم فلاقت الكثير من التشجيع من قبل الأطفال والأولية جينا في المصرحية صار دور صمنا شفنا مهرجين لعبنا لنا درنا الحالة نتمتع ونستفيد ويجسد في قلوبنا مدى أهمية القراءة والكتاب عجبتني بالنسبة لي يجب تبنتي بشتشارك هنا وتجوغ متابعة هذه النشاطات لأنه يزيده في الثقافة على الطفل تنمي القدرات على الأطفال خاصة أن نشوفه هنا الورشات وورشات الرسم وورشات القراءة وورشات القراءة والتلخيص وورشات الخط العربي وورشات الرسم والإبداعات للأطفال لأن كل هذه الورشات في البيهرجان الثقافي المحلي نسعى من خلالها إلى زرع روح القراءة والمطالعة والمقرؤية كما ستجوب المكتبة المتنقلة عددا من الأحياء النائية جاءت من أجل تدعيم القراءة والمقرؤية وتوفير الكتاب لكل مستويات وشرائح المجتمع والقراءة في احتفال أو هذا المهرجان الذي أسسته وزارة الثقافة يسعى إلى تدعيم هذا الفعل الثقافي اللي هو التشجيع المطالعة والقراءة التظاهرة الثقافية ستمس كل مكتبات الولاية والهدف واحد رفع درجة المقرؤية لدى الأطفال لرفع تحسينهم العلمي وضمن مساعي الارتقاء باللغة العربية وصهر على استعمالاتها الصحيحة نظم المجلس الأعلى للغة العربية ندوة وطنية حول اللغة وممارساتها لدى الشباب المعاصر وما يلحق بها من هجين لغوي حيث خصصت ورشات مختلفة لدراسة وتشخص نقاط الضعف والقوة في تطبيق قواعد اللغة العربية المجلس الأعلى للغة العربية ضمن مهامه هو العمل على ازدهار اللغة العربية بماذا تزداهر اللغة العربية؟ تزداهر إذن عن طريق لغة الشباب وعن طريق لغة الإعلام هذا هو ربما أقصد القناتين قناة المدرسة وقناة الإعلام إذن الشباب الآن الحمد لله بفضل الجامعات التعلم والتعلق والروح الوطنية هذه الروح التي نتمنى أن يأخذ بها الشباب العامل في الإعلام لأن الإعلام يصل إلى جميع الآذان وإلى جميع القارئين تم اليوم بمقر تلفزيون الجزائري لتنصيب المدير العام الجديد للمؤسسة العمومية لتلفزيون لطفي شرية خلفا لتوفيق خلادي الذي استدعي لمهام أخرى مرسم التنصيب جرت بحضر وزير الاتصال جمال كعوان ومديري المؤسسة وإطاراتها حزبيا أكدت الأمينة العامة لحزبي العمال للوزحنون على ضرورة تبني حل ديمقراطي حقيقي للأزمة الراهنة يكرس سيادة الشعب من خلال تنظيم جمعية تأسيسية وطنية نحن نقترح المخرج الإجابي الديمقراطي الحقيقي أي تكريس سيادة الشعب عبر جمعية تأسيسية وطنية التي اجتمعوا فيها ممثلي الشعب الأغلبية الساحقة وهما اللي قوموا بصياغة الدستور ويأسوا للديمقراطية ويحددوا منظومة الحكم يعني نمط الحكم وهما اللي في الدستور يحافظوا على الملكية الجماعية ومكاسب الثورة والاستقلال ويقويوها وهما اللي يحطوا كل القواسم المشتركة اللي رايح تكون نابعة من النقاشات داخل اللجان الشعبية في إطار محاربة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط بيتبسك كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس سبع قنابل تقليدية الصنع وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بتمرسط تاجري مخدرات بحوزتهما أزيد من سبعة وخمسين ألف كيلوغرام من الكيف المعالج في حين أوقفت مفرز أخرى مع عناصر الدرك الوطني والجمارك الجزائرية ستة مهاربين وضبطت أكثر من ستة وعشرين ألفا وأربعمائة علبة سجائر وأزيد من ألف وثمانمائة وحدة من مختلف الألعاب النارية وأزيد من ثمانمائة قرص مهلوسة خلال عمليات متفرقة بكل من ورغلا بسكرا وتبسا من جهة أخرى أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بجنت ثلاثة منقبين عن الذهب وحجزت أحد عشر مغلدا كهربائيا وعشر آلات لتكسير الحجارة وأغراض أخرى بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن 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 أ اشتركوا في القناة الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثوا اللهم مقاما محمودا الذي وعده تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والمغفرة والثواب نوصل وتقديم نشرة الثامنة دوليا نادانت الحكومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلية المتواصلة على قطع غزة حيث شن طيران الاحتلال أكثر من ثلاثين غارة جوية على قاعدة مواقع بالقطاع مخالفة أضرارا مادية معتبرة هذا وطلبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولية بالتحرك الفوري لوقف التصعيد وضمان أمن المدنيين وسلمتهم وسامة بوزيد والتفاصيل ما إن بدأت تتكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلا وبدأت معاناة الفلسطينيين بعد أكثر من خمسين غارة شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة استهدفت خلالها نحو أربعة عشر منزلا ومقرا وعشرين أرضا زراعية فهذا المواطن أصبح منزله أثرا بعد عين ولم يبقى له سوى حطام كان يأويه مع أطفاله تمهل عمارة كاملة مقتصة بسكان تمهلهم خمس زقائي يخلوا العمارة وين أوعينا وين غرادنا وين هوياتنا راحت وغرادنا راحت كل إشراحه يعني هذا الولد بشكل خطر كبير عليكم وهذه كانت أحد الغارات الإسرائيلية الليلية على منزل بغزة رصدتها عدسات التلفزيون الجزائري وأدت إلى دماره كليا إضافة إلى تضرر عشرات المنازل المجاورة التي تأش فيها عائلات بأكملها عندنا أربع عائلات عندنا في العمارة أقال عائلة ست نفار وأكبر أربع عائلات أقال عائلة ست نفار در عامي ست نفار وأنا عندي تسعة نفار ودر أخوية اتناعشر نفار ضربوا العمارة عندنا نزلواها كليات هيا مش عارفين هيا لقيت سرنا بلا ماء مش عارفين ونرود ملناش غير الله إحنا هيا لقيت فالعائلات الفلسطينية أثناء القصف لم يبقى لها سوى الهرب من حمم الحقد الإسرائيلي التي أتت على بنايات بأكملها وسط حالة من الخوف والذار يعني إيش الرسالة اللي بدأت توصلها يعني في الشعب إليك محاصر واثنعشهر سنة وقاعد بتضرب وبتخبط وبتساوي شو اللي بدك توصله من الآخر إيش اللي بدك توصل معاه لها الشعب ما صفه شوي إيش اللي بدك إياه بدك تبيدنا يعني إبادة فيش شعب بنباد فحالة التأهب التي عليها هذه الإسعافات هي نفسها حالة التأهب التي يعيشها كافة أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة خوفا من أن يكون يوما شهادة أو جرحة من الغارات الإسرائيلية والسلام أبو زيد التلفزيون الجزائري غزة فلسطين فالرياضة وفي كرة القدم يواجه بعد قليل المنتخب الوطني بملعب مصطفات شاكيربي البوليد ناظره التونسي في مباراة ودية تحسبا لنهائية كأس أمم إفريقيا 2019 الناخب الوطني جمل بالماضي مما فرصة أخرى للوقوف عند مدى جاهزية لاعبين آخرين بعد المباراة الأولى الرسمية أمام غامبيا المباراة تتابعونها مباشرة على كنرالجيري والجزائرية ثالثة بداية من الساعة الثامنة وخمس واربعين دقيقة ختم النشرة هذا الآن تذكير بالعنوين الفريق أحمد قيد صالح يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بذخيرة الحية بجونت ويشيد بالوعي العالي للشعب الجزائري طوال المسيرة السلمية داعيا إلى تبني حل توافقي للأزمة يستجيب للمطالب المشروعة للشعب وفق المدام أو اثنتين من الدستور العمامر يؤكد أن الندوة جنوب إفريقيا رسالة قوية لتوضيح الالتزامات المشتركة لحل عادل ونهائي لمعاناة الشعب الصحراوي وإجماع إفريقيا على التعجيل باستقلال الصحراء الغربية توزيع أكثر من ستة آلاف وحدة سكانية من مختلف الصياغ بالعاصمة وسوغراس وتأكيد على مواصلة توزيع حصص إضافية أخرى وللتواصلين معنا عنويننا الإلكترونية تبقى في الخدمة شكرا على المتابعة مع موبيليس اتطلعوا على أحوال الضقص موبيليس أينما كنتم أصعد اللهم ساكم مشاهدين الكرام مهلا بكم إلى هذا اللقاء توصل لتسخط أمطار معتبرة وتحت وقع الرعود خلال هذه الليلة إن شاء الله حيث مصلحة الأرصاد الجوية أصدرت نشرية خاصة أو أقول على خريطة اليقظة من درجة الثانية أمطار تحت وقع الرعود قد تصل محليا 30 ملي متر والولاية المعنية شمال بشار شمال أدرار ولاية نعامات لمسال بيض لغوات وغردية وهذه النشرية صالحة إلى غاية منتصف نهار الغد إن شاء الله إذن ضمن تيارة جنوبية غربية السحب ستنتشر خلال هذه الليلة على كافة المناطق الشمالية أكثر كثفة على المرتفعات والعظام وحتى على شمال السحراء والسحراء الوسطى كما قلت أمطار ستتساقط إن شاء الله وتحت وقع الرعود فعليه مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب اليوم الغد تواصل لتساقط الأمطار على كافة المناطق الشمالية وخاصة على المرتفعات والهضب الأمطار أكثر غزارة وهذا على المرتفعات الداخلية الغربية وحتى على شمال السحراء منطقة السورة هنا الأمطار تحت وقع الرعود تكون معتبرة وخاصة على منطقة بشار وشمال ولاية أدرار وحتى على ولاية غردايا لتلتحق أواخر نهارة على مناطق الجنوب أقول الجنوب الشرقي وأيضا منطقة الوحد عن درجات الحرارة خلال هذه الليلة تقص بارد على المرتفعات الداخلية الشرقية درجات الصفر كادر مقياس على كل منصطف وباتنا 6 درجات هنا بالعاصمة 19 درجة على الصحراء الوسطى وحتى على إليزي 28 درجة كادر مقياس على أقصى الجنوب خلال ظهيرة الغد تراجع لدرجات الحرارة على كافة المناطق الشمالية وخاصة على المرتفعات مع 12 درجة كادر مقياس وهذا على التيارة 13 درجة على المشرية العامة والبيض وسعيدة وحتى على الهضب العليا الشرقية 17 درجة بيتيزيوزو والبويرات 13 درجة هنا بالعاصمة إلى غاية السواحي الشرقية 20 درجة على شمال السحرة على غردايا وحتى حسيم سعود ورقلا مقياس ما بين 27 إلى غاية 30 درجة أقول 34 درجة على إليزي وأعلى مقياس 37 درجة على كل من برج برج مختار وحتى على عينقزام البحر يوم الغد بحول الله دائما بحر مضطرب تقريبا على طول الشارية السحلي وخاصة على المناطق السحلية الغربية والوسطى حتى الرياح تكون قوية على المناطق الغربية تصل 70 كم في الساعة وحتى على المناطق الوسطى 50 كم في الساعة بينما ضعيفة على الجهة الشرقية لنتحدى 20 كم في الساعة أما عن وقت غروب الشمس على مستوى العاصمة اليوم الغد بحول الله سيكون في حدود 7 و 4 دقائق ودائما لتواصل معنا مواقع الأرصاد الجزائرية في الخدمة شكرا على المتابعة في أمان الله مع موبيليس اتطلعوا على أحوال الضقص موبيليس أينما كنتم الجيش الوطني الشعبي ينظم من الثامن والعشرين إلى الثلاثين مارس الفين وتسعة عشر أياما إعلامية حول مدارس أشبال الأمة للتعريف بكيفية التكوين والإمكانات المادية والبشرية المسخرة وشروط الالتحاق بهذه المدارس وهذا على مستوى دار الثقافة بإليزي دار الثقافة بالأغواط مكتبة المطالعة العمومية بعين صالح والمكتبة الرئيسية لولاية تامنراست امتداء من الساعة الثامنة صباحا الدعوة عامة للجمهور وخاصة فئة التلاميذ وأوليائهم مدارس أشبال الأمة معرفة وفاء وانضباط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعلى سنان المنزل أشتركوا في القناة وليست رجاء قلًا بإمكاني وفاء اشتركوا في القناة